أستاذة جاهيدة أبو الطريق أخصائية نفسانية ومدربة في تدمية بشرية صباح الخير أستاذة جاهيدة صباح الخير يا سار بداية أنا لا يهمني ربما أصحاب الكلب الشباب أو الحيوان الحيوان هو يطيع أوامر صاحبه يعني ليقول له أهجم يهجم أنا يهمني الطفل الصغير اللي راح ضحية هذا العدوان تعليقك أولا على الفيديو ثم ما هي احتمالات إصابة هذا الطفل بأمراض نفسية قد تسود له حياته فضلي بسم الله الرحمن الرحيم أولا ككل جزائريين ككل مواطنين شاهدنا الفيديو فيديو مروع جدا فيديو مروع اللي يخلي يخدش لكرامة الإنسان حرمة الإنسان قدسية الإنسان فيديو كما هذا طفل صغير بهذاك السن معه شباب يطلقوا عليه كلب كما هذاك ويخلي وهكذاك بدون مساعدة بدون حماية سبحان الله هذي لا يرضى بها للعقل ولا الضمير شباب كما هذو ما استعملوا هادشي هذو ما أكيد عندهم اترابات في شخصية شخصية ديالهم المهم هو نفسية الطفل أي من كيف شره الآن حالته الصحية حالته النفسية أكيد هو ذكره طهما تزيره تحت تأثير الصدمة هذه الصدمة اللي ممكن تسبب له كثير من الأمراض النفسية أول حاجة اللي تعرض لها هي انتهاك انتهاك حرمته وكرامته وخلاوه للتعذيب خلاوه للممارسة السيئة للمعاملة السيئة بدون حماية وتلمو كان يستنجد ملقاش يحميه هذا الطفل ماذا ننتظر بعد هذا الارهاب النفسي والاجتماعي لتعرض له أي من طيب أستاذ جاهيدا لا شك أنه كما قلت هذا أصحاب الكلب اللي رعبوا الطفل حتى هم يعانوا من اترابات نفسية ربما يكونوا ضحية المجتمع أيضا ضحية رقابة غير موجودة في المجتمع الطفل معرض اليوم لعقد نفسية العقد ربما تؤثر في حياته ربما في دراسته ربما في كل شيء في حياته كيف ترين أو ربما ما هي هذه العقد بالتحديد هل سيخرج لنا اليوم يعني طفل سنرى أطفال مجرمين يعني رح يروح الانتقام يروح باشي يعمل نفس الشيء اللي عملوه فيه الطفل لما يولد يولد ورقة بيضاء ونحن نسجلوا عليها ونعطيه له نخليه وهي يكتسب أمور حياتية اللي يصير بها سواء نخليه الطفل دائما على الفطرة حنايا اللي نخليه يكون إنسان سوي أو إنسان غير سوي إنسان اجتماعي أو إنسان انطوائي في مثل هذه الظروف نجد الطفل يتعرض إلى ضغوطات وتراكمات ومشاكل اللي تخليه يحيد عن الطريق الصحيح يتخلى على الفطرة دياله يصرى له خلل في القيم وفي المبادئ انطاعه في مجتمع مثل المجتمع الجزائري ومجتمع محافظ عنده قيم عنده مبادئ عنده حرومات طفل كما هذا ينمو وينشأ بطريقة غير سوية يتعرض دائما العقد نفسية من أهم العقد نفسية أنه يتربى عنده روح الإجرام طيب فيما يتعلق بربما المعالجة النفسية لهذا الطفل اليوم في وهران أول حاجة رواية العائلة بعد أن حاولت لفزيون نهار اتصل بها قالت أنه هذه لعبة وهذا الكلب هو كلب العائلة واعتدنا أن يلعب معنا طيب هل ترينا بأنه حتى من باب اللاعب والمزاه معقول أن نلعب مع طفل مثل هذا؟ مستحيل مستحيل لعب يكون الكلب على الأقل يكون مربوط أنا على حسب تحليلي للفيديو يعني لغة الجسد على الشباب الكلب كيفاش كان مسيطر على الوضع وخلاوه خلاوه تحت سيطرة الكلب شوف لو كان شوف معايا يسر خلاوه الكلب بين بلي جوعه هذه أول حاجة ما مكلاش مع طاولوش الأكل ونعرف بلي الكلب هو من حيوانات الأليفة الوفية للإنسان معناه أراهم هكذا يخليوا الكلب مع الطفل أراهم يديروا له خلل في القياة متاع الكلب كحيوان هذه أول حاجة ثاني حاجة كي نشوفوا الشباب الشاب هذا كي يلبس لبدلة زرقاء قاعد يطبعوا يحرش في الكلب يقولها كوليه كوليه هل هذا تصرف طبيعي هل هذا لعب؟ هل هذا لعب؟ هل كان ينهشلوا الأعضاء متاعه الخوف الخوف اللي يراهم سيطر على الطفل والرواب اللي يراهم يعيش فيه وعدم الحماية والاستمتاع استمتاع بالتعذيب شخصيات مثل هذه مثل شباب كيما هذو ما أظن وأعتقد أنه شباب مرضى نفسيين هل يكونوا تأثير المخديرات ربما؟ مع أنت أي فعل يقوموا به هو فعل مستبح عادي جدا طيب جميل